اشتركوا في القناة من جانبه أعرب الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية سعادته الدكتور مصطفى السيد عن خالص الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المعظم على مبادرة جلالته الإنسانية المستمرة مشيدا بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة من قبل الحكومة الموقرة برئاسة سموه للعهد رئيس مجلس الوزراء ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ ناصر بن حماد الخليفة وأوضح سعادته بأنه بناء على هذه التوجيهات الملكية وبقيادة سمو الشيخ ناصر بن حماد فقد تم إرسال الشحن الثانية من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى جمهورية تركيا والتي تحتوي على المواد الطبية والإغاثية والغذائية والخيام ومواد الإيواء اللازمة كما توجه سعادته بالشكر الجزيل إلى أبناء البحرين على مساهمتهم في إنجاح الحملة الوطنية لدعم ضحايا زلزال سوريا وتركيا مؤكداً أن مساعدات مملكة البحرين ستستمر في دعم المتضررين من الزلازل ومساعدتهم في التخفيف من هذا المصاب الأليم وتوفير مختلف الاحتياجات التي هم في أمس الحاجة لها مؤكداً سعادته أن الحملة الوطنية مستمرة في تلقي المساعدات والعمل على تنفيذ العديد من المشاريع الإغاثية لصالح سوريا وتركيا بما يخفف عنهم هذا المصاب الأليم اشتركوا في القناة